اليوم إن شاء الله رح نشرح المحاضرات الثانية والثالثة من الـ Respiratory System للـ Systemic Module بدايتها من Lecture 2 إذا لاحظتم بالملزمة بداية Lecture 2 تقريبا نصحة هو حتي عن الـ History من الـ Bronchoscopy إن شاء الله يعني من كل شيء related إلنا متفيدنا I don't think related to the surgery in any way فأتسكبت إذا تروني تطالعون عليها خلنا احتيوا حتي اللي يعني همنا واللي related to the surgery من صدق فبداية نشمله الـ Bronchoscopy الـ Bronchoscopy هي باسيكلي إنه أكو فد تيوب أو فد يعني هذا الـ أوكي حنقل على تيوب حيدخل خلال الـ Airways for the visualization of the Airways So as we can see in this figure إنها السعادة الـ Bronchoscopy ليسوي visualization of the Airways الـ Bronchoscopy ممكن يكون بأنواع اللي هو mainly two types اللي هما الـ Rigid Bronchoscopy أو لا ممكن يكون Flexible Type كل واحد منهم يختلف عنه الثانية منها حيث إنه شنر الـ Indications مالتهم ومنها حيث يعني advantages or disadvantages أوكي هيا أوكي هيا بس نحشي على شكله ومثل ما قلنا هيا يقوله History أوكي الـ Rigid Bronchoscopy الـ Rigid Bronchoscopy شنو اللي يميزه إنه هي رجد يعني أوكي صلبة صحيح ماذا كنت إدكيته؟ خلي نحطها ببالنا أنه الـ Rigid Bronchoscopy يكون شوية للـ Complicated Case للـ Pathology الواضح اللي إذا شوفه هي تهذا ده أصلحه فمثلا إنه شخص عده tumor دان ريدنسولاروموفل أو عده ميوكوس بلاق أو فايبرين متجمع دان ريدنشيلة أو هو عده فورن باري عالق بالـ Airways همين ريدنشيلة ممكن بلايزر تريتمنت ممكن بأضر انترونشنز يعني ها ممكن نكون إنه موفد شيدن يعني موفد tumor أو فورن بادي دان ريدنشيلة وأنه ما يكون فورس سمتم يعني يعني إنديكيشن ماته هو أنه موفد سمتم موجود اللي هو مثلا هيموبتسيس مثلا الشخص عده يعني هيموبتسيس وإحنا ما متأكدين شنو الكوز أو وين الخلل بالـ Airways ما تنقدر نسوي بشكل أفضل للبرونكيوطري خلال البرونكوسكوبي اللي رجل البرونكوسكوبي ونشوف وين الدفاق صاير فنلاحظ من ها الليست بشكل أفضل أنه هو يكون أما دياجنوستيك أو ثرابيوريك بس خلال نفكر به بالـ بالـ difficult cases لك إنه إيه بالأكوتومر أو أكوفرن باري أو أكوتركل ستينوسيس يعني سوولها مثل ديالتيشن الأخرى هو الفلكسبل برونكوسكوبي الفلكسبل برونكوسكوبي من اسمه أنه هو فلكسبل يعني شنو؟ يعني تب ماته تكون بندنج مو رجد صلبة أوكي فهنانا رح نستخدم بإنديكيشنز شوية تختلف عن ما هي موجودة بالـ رجد برونكوسكوبي فمثلا الفلكسبل حيكون إن شاء الله تستخدم مور بالروتين يعني شيء أو مو مثلا تومر أو ميوكوس بلغ دولي شغلات يعني بس مثلا إذا صار يعني هو كيس أو بيشن قاعدتنا بالـ وصار عده نوع من الـ فهنانا هاي صار عده أكيوت أو أكيوت رسپاراتري برابلم ممكن نستخدمها بالسكشن أو بالتست سواء كان عدنا سايتولوجي تست أو بكتيريولوجيكو تست من ناخد يعني سبيوتام أو سبيوتام إنه ليطلع سبيوتام نقدر ناخد السكريشن من داخل الـ خلال البرونكوسكوبي الفلكسيبل كما قلنا ممكن نستخدمها للوكاليزن أو هيموبتسيس سايت و ثرابيوتك ساكشن كما قلنا و ممكن نستخدمها بالبيوفيسي وأيضا يعني هسنا نشوفهم هناك كايندف ثرابيوتك بس إتميل الفلكسيبل إتميل أكثر للدايجنوستيك سايت إحنا عدنا بكتيريولوجيكو تست سايتولوجيو هالسوالف أكو ديس إدفانتج إي أكو مع إنه هو إيه فلكسيبل والتيب ماتا بندن وممكن يكون مو كلش إنبيسيب بس إنه ممكن ما يفيدنا لأنه إيه 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 فالسمال إيه 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 بسيكلي اللي دي يقوله إنه كلش فرجل بحيث إذا هو الشخص عده في السكرتين سنحاول نوصل لها هاي السكرتين هاي السكرتين يعني يعني أكو في المت معين يكدر يوصل له هذي الفلكسبل برونكوسكوب ممكن هاي السكرتين تكون هواية كلش بحيث إنه هذا الفلكسبل برونكوسكوب لا يمكن تسكش يعني تسكش يعني فهاي الفكرة إنه مو دائما ممكن يفيدنا خصوصا بالحالات اللي هي تكون عندهم يعني ماسف سكرتين سواء يعني بلاد يعني همارات أو سبيو يعني 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 نحن حتى من الغريب حسنا أكو 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 مثلا البرونكوسكوب الرجد يكون avoided in presence of cervical spine injury to prevent hyper extension of the neck and patient with aneurysm of the aorta لانه باسيكلي هو رجيت ما رح اقدر اتعامل وياه بسهولة رح اضطر اخلي البيشنت يتحرك بشكل معين حتى يدخل البرونكوسكوب بشكل صحيح بينما اذا كان فلكسيبول لا الكنترول مالتنا حيكون خلال البرونكوسكوب نفسه لانه هو فلكسيبول اقدر اتحكم بالبوستيشن الماضي حتى ندخل يعني through the best angle فانه اذا بيشنت ما اقدر احركه مثلا عند spine injury او عد ايورتك ايوريزم هاي ممكن ترابطر باني موفمنت فاتس ادويس انه احنا منسو رجيت برونكوسكوب ونلجأ للفلكسيبول الفلكسيبول عده contraindications همينا يعني شنو يعني قد نعدهم ماسيب همراج او massive secretions لان بالعادة من حنشك لازم منسوي لابنسو البرونكوسكوب انها مثلا هنا اكو فد اوكي اذا لحظ مفرق هنا حيكون اكو Obstruction طير فهذا حسب يعني سبشالي اكيد هيكون اكثر knowledgeable about it بس انو اوكي الairway ما مفتوح اكو فد شي ساد الairway ما مفتوح it's not hollow هنا اذا اجي نشوفه كلها hollow اكو airway مفتوح patent اوكي وصلنا للمرحلة اكو dead end فد شي ما زدود نعم شوية partially نعم يعني hold كل complete occlusion اكو complications بالنسبة للبرونخوسكوبي اكيد اكو نذكر انو احنا مدنسوي شي non invasive انو اهاي افد 2 ديدخل بairway فاكيد الى complications من هالنوماثاراكس ممكن ندخل بالبرونخوس ويصر الها reaction ويصر بيها برونخوس باسم او يصر بيها perforation بسبب يعني رجل البرونخوسكوبي او التكنيك الغلط ممكن يصر اكو surgical emphysema او التكنيك الغلط ممكن يصر اكو uncontrolled bleeding ويصر اكو تمال للماء والماء والتيث والله ويصر اكده ممكن يصر اكو دشتر اكو للماء والتيث والبس وكذا المترجمات في ذكرت يمكن أن نسوي X-ray مثلاً إذا هو عادة بيوبسي تجد 4 signs of pneumothorax إنه نحن بالبيوبسي نحن نفعل an excision يعني في lung tissue فممكن أن نحن نفعل هذا الأكسجن بمكان صار أكو perforation وصار أكو pneumothorax those patients develop complications may need to stay in hospital يعني أكيد إذا واحد صار عدة يعني pneumothorax أو يعني after bronchoscope ما رح ينطلعه أكيد رح يفقل بالحوسبتال وراح يكون under monitoring أو يطول treatment اللي يحتاجه بالنسبة للإدفانسز النبرونكوسكوبي يأكو بيها يعني هواي أشياء ممكن يستخدمون الكريوثيرابي اللي هي الكول تيمبرتور تريتمنت أو البريكيو ثيرابي أو الفوتو ثيرابي ممكن أخشالات مثلا ultrasound I think we've already been introduced to that concept إنه bronchoscopic ultrasound ممكن أكو bronchoscopic stent هو نحط يعني هو في airway airway ب stenosis right هذا airway defected وبي stenosis هنا ريد نسوي يعني ريد نسوي patent airway مثل ما هو هنا ف هندخل خلال bronchoscopy لل airway defected وهنحط مثل التيوب المفتوح هنا مثل يعني فالشي هي hollow يشتغل ك patent airway أو يخلي ال airway يضل patent ومش تغل يخلي يرجع مثل ما فالفكرة هنا إنه هذا الشي الوردي رسمي أوكي كل شي ضحق بس إنه I hope وصلت الفكرة إنه بد هنا نستوانة أو في hollow structure هنا نحط بمكان الاستينوسس حتى يفتح ال airway ورجع patent ممكن نستخدم laser therapy أو الكتروكوتوري خلال البرونكوسكوبي حتى نحط complications وقلنا إنه كلها أغلبية تتصير إنه شخص inexperienced أو مو well trained فلازم نتفاد هالشي عندنا الستاف يكون qualified يكون well trained وكذا وملخص مفيد إنه إحنا البرونكوسكوبي ممكن تستخدم ك diagnostic أو تستخدم ك therapeutic إذا diagnostic ممكن aquifed lung malignancy الريد نسوي لستيجن فلستيجن رح يعتمد على الأول شي البيجيلايزيش واتنين أخذ منها biopsy وهالأشي أكل هال ممكن نسوي evaluation of a diffused lung disease like sarcoidosis و interstitial pneumonia ممكن نسوي inspection بال burn patients يعني إنه شخص يعني burn patient شنو السببب يخلي أسوي pulmonary inspection إنه الانهلايش مالي السموك اللي هو المost common cause of death among burn patients الانهلايش of smoke or carbon dioxide و بعد الانهلافكيش of organisms infecting respiratory tract and lung by cytology or bacteriology وها اصوالف كثيرا بيو مثل ما حتينا على distance to protect the airway vulnerable to collapse or occlusion or to remove foreign bodies or masses مثل مجلنا بالرد broncoscope or to treat an early stage endobronchial malignancy هاي بالنسبة treatment or therapeutic modalities of broncoscope ثاني شي التومر اللي هي benign tumors of the trachea and the bronchi more in males slow growing ال presentation بيج حالة مرح يبين يعني بس لأنه tumor موجود ممكن tumor موجود وال patient السنتمارك شو كي سر من يصير التومر هذا obstructive يعني صار أكو luminal obstruction يعني إنه كان بالتراكية وعادي trachea intact إنه أكو air يعني air entry بس من يصير هذا التومر هو growing بس slowly فمن يصير الحجم يسوي obstruction أو luminal obstruction حيبدي يطلع cough حيصير أكو dysnia أكو heimoptysis ممكن أصو يصير أكو additional sign like strider وحكذا منها papilloma hemangioma alcondroma and fibromus ذوي كلها examples الbronchial aerinomas أنواء هنا نمعد ديها وعندنا هو الميوكس gland أدين ما هو الوحيد اللي هو benign البقية اللي هما bronchial carcinoid والميوكو apidormoid وال adenoid cystic carcinoids ذوي كلهم amalignant حاجين شوية على bronchial carcinoid tumors أول شي هي بالbronchus they arise from cells يسمونهم argon tuffin cells صار بالbronchial ميوكوس اللي هي clotis cells يقولون عن هاي tumors apud tumors أو amine precursor uptake decarboxylation حاجين بال intestin أو بال gastro intestinal tract الس تكون يسموها apud اللي هي amine precursor uptake decarboxylation cells لها القابلية أنه تسكرت amines and to metabolize them it resembles intestinal carcinoid من هاي المنطلق انه هاي الكارcinoid cells أو الكارcinoid tumor حاذا اللي مع انه هو باللنق بس it resembles the intestinal cells بهال خاصية فيعتبرو apud tumor or apud they are capable of producing a number of hormones so they cause hormone secretion serotonin histamine and gastrin يعني للاحظ macorrelation يعني diffused tumor sorry diffused hormone release and are slowly grown as we said but are aggressive and termed a typical carcinoid el-presentation يعني بصورة عامة هو el-presentation كاف وهي ما بتسزو تسنيع خصا بالتومر el-carcinoid syndrome is a rare present with episode of flushing diarrhea in addition to systemic manifestations بالعادة هاي تكون بسبب el-hormonal release الذي يصير اوكي و أي tumor el-atumor خصا اذا كان malignant el-treatment هيكون bisurgical exigen اذا كان benign ممكن يسول اوكسجن وحتى يتأكدون biobiopsy او ممكن اذا هما بتأكدين انه هو benign ممكن يعني monitoring وهيد شي اذا هو not يعني يسول complications للpatient third type اللي هو el-carcinoma of the lung el-carcinoma of the lung يصير اكيد بال-cigarette smokers بال-recurrent exposure لل-irritants هاي اسوال احنا already we have an idea about التاعة سمالتها هما two mainly انه central type اللي involve the main bronchus بحيث يصير اكو رأس manifestation يعني ممكن يسوي bronchial obstruction و secondary changes like atelectasis او يكون peripheral type ال-paraphral type حي يكون affecting the smaller bronchi بحيث انه ممكن يكون asymptomatic for a long time زين ال-central type like منو like squamous cell carcinoma هاي مانتها المتاستasis يكون لل melistinum and superclavicular lymph nodes بينما ال-paripheral type of lung carcinomas are adeno carcinoma اللي هي peripheral هم ممكن مجنة بس المتاستasis مانتها مو lymph nodes وانما اكثر شي لل organs like liver brain bone وال adrenos و اصو شوي لل lymph nodes بس mainly لل organs نفس الشي ال- alveolar cell carcinoma همين ال-paripheral في by that I mean انه it metastasizes to the liver and adrenos وحكذا اكو type of tumor او fed manifestation يطلع يسمي tumor of pancos هنا الشي يصير يصير اكو tumor بال apical region of the lung يضرب على chest wall او يضرب يعني على two structures مهمين وهنا رح اسمي pancos اللي هم brachial plexus and intercostal nerves هنا رح يصير manifestation انه يصير اكو localized severe pain بال shoulders وسوي horner syndrome بهال حال رح سوي pancos من مكان هنا اضرب على brachial plexus وال intercostal nerves lung carcinomas الفيتر مالتها خواه الثابة اللي عرفنا هاللي هي cough اللي تكون dry هي مفت است تسبين و دس ممكن اكو pleural effusion clubbin هاي من causes of clubbin مر respiratory hoarseness of the voice dysphagia and hormonal syndromes also لانه malignant يعني malignant tumors فإس اكو lots of anorexia or appetite changes diagnosis هنعتمد على imaging like extra uct هنعتمد على bronchoscopy for biopsies or مثلا cytology من sputum كلها collectively هتكون aiding بال diagnostic measurements بنسبة التreatment method of these tumors هي يعني كيد surgery بس احنا نحضبان انه surgery is not always يعني does not give the perfect result اكو 50% of patients have distance and metastasis distance metastasis ذولي ما يصدر عليهم operation اصلا يعني irresectable واكو يعني 15% الى 20% منها يكون رساكتبال ذولي التيومرات البرسنتاج تكون اوكي ذي نبهس انه اقل كلش من الرساكتبال تيومرات متاسدك تيومر يعني جاي من غير مكان وبين manifestation هنا ممكن تكون primary تيومر يعني malignancy or benign of the lung عادي ممكن تكون اصلا مو تيومر يعني ممكن تكون avm اللي هي atrio venus malformation اكو connection abnormal بين artery وال vein هو المفروض اكو artery arterios capillary bed بعدي ال veins او venus بعدين ال vein بعدين بس بال sorry بال avm غير شي هيصر هيصر اكو connection غلط بين artery وال vein سر اكو blood flow بمشاكل وتبين ان هي تشكل mass واضحة وصلتري نفس حالة يومرات ممكن اصو هاي الماس تكون hydrated cyst as we know وبعض ممكن تكون tuberculoma هاي حسب further test رح تأكد انه هاي الشي شنو زين فرضا هاي كيس مالتنا انه احنا شفناها بال x-ray وسو انا التست مال الكارسين ونكتف it's not a carcinoma حنفكر بالهارة السيست الحارة السيست اذا نذكر تجي من l-econococos granulosa اللي هي tapeworm معني ما رح نرجع ندخل بتفاصيل ال-id بس انه هي l-ova الموجودة بال feces مع ال-dogs من تكون ingested by anyway ingested بال human tract رح توصل لل portal venous circulation تروح لل liver بالعادة تصير ال-hydrated cyst formation بال liver وممكن من من liver تروح escape into the lungs to form to form or more hydrated cyst there تسوي compression على التشيوز تسوي أتيلاكتسيس لأنه الأتيلاكتسيس ممكن يصير باي كومبراشن إذا نذكر بالباثن ذكرنا شيء أنه كومبراسيب أتيلاكتسيس بحيث أنه تسوي كومبراشن على البلورا وعلى التشيو موجود على السايد مالتها وتسوي أتيلاكتسيس باللونغ تشيوز لحواليها Manifestations of a hydrated cyst يعني بالعدم يعني asymptomatic خصلا إذا كانت unruptured يعني هي homogenous opacity deformed clear cut borders ما بيها أي rupture هي هذه السيست موجودة وشوفوها ممكن يعني by imaging incidentally أو by investigations بدون سنتماتها ممكن تسوي symptoms من يتكونوا مرابتشرة يعني من أكو رابتشرة بالسيست وتطلع الcontent معالتها فهتسوي cough or hemoptysis ممكن تسوي dysnia or asphyxia أنه يصير أكو oxygen deprivation or hypersensitivity reaction ممكن تسوي lung abscess or bronchiectatic changes إذا صار أكو infection بالموضوع بالرadiology أما نشوفها مثل ما قلنا hemogenous or smooth hemogenous opacity اللي هي مثل هاي يعني intact hydrated cyst ما رابتشرة ممكن تكون بيها partial rapture or complete rapture اللي هي الwater lily sign يشوفها بالسيتي أكتر شي اللي هي هاي الورقة I think هاي هي الwater lily تبين مثل الwater lily لإنه ترى هاي highlighted cysts و مرابتشرة يصير أكو formation of a lung abscess as we said إذا شعب بها infection completely coughed out cyst يعني أكو empty cavity بس إنه مقانها و rupturing into the pleura حتسوي hydro pneumothorax كالتريتمنت إحنا نجع للsurgical incision نريدها انتاكت أو ممكن تسوي لها aspiration or evacuation هي نفسها السيس بس هاي تكون رسكي إنه إحنا من نسوي puncture بها حتى نسوي aspiration or evacuation نسوي رسك إنه structure so why do that when we can resect it whole حتى ما ينتشر معت هالدوتر سيس تو ترجع سوي يعني spread uh wedge resection or excision of the cysts with the adjacent lung tissue like a segmento segmentomy or lobectomy or nomectomy okay بقى نموضوعين I think اللي هما mainly البرونكي اكتسيز and lung abscesses والباقي إن شاء الله سهل البرونكي اكتسيز هو عبارة عن يعني in the simplest form put إنه أكو في الدالتيشن ديصر بالبرونكوس أو يعني البرونكيالتري في ديصر أكو دالتيشن بيها والدالتيشن هادا حياخذ في الدفور معين يعني شكل يصير أما يكون cylindrical أو يكون varicose يعني okay هس نفرض إنه هاية هي هي هاية البرونكيالتري في ديصر أكبر من هالحجم بس إنه صارت به شنو uh verticals like shape مالتها بيسكلا هي جي السبندرقل تكون موصلي عدلة و تتسر بيها دالتيشن أو تكون ساكلر الساكلر is the basically إنه تسر هيج متل الطابة هيج okay so uh it's based on shape of the datation the lower lobe تكون affected أكثر وخصوصاً left lower lobe أكثر من right lower lobe إذا نرجع على الاتيولوجي فأما يكون congenital اللي هو less common أو يعني primary أو يكون acquired acquired إنه بسبب شي ثاني صار يعني secondary to something else like a bacterial infection or viral infection أو ممكن بسبب obstruction of the bronchial uh by a foreign body or by a tumor or a lymph node uh ممكن uh also هنا مداني إنهم بسبب infection which which already stated mainly أما بسبب infection أو بسبب tumor uh uh بعد عدنا فهد كيس لو خاليه الcongenital قلنا هي 25% of cases فعدنا مثال عليها الكارتاجنر سندروم الكارتاجنر سندروم هي يعني فهد collection of things that we find in a patient uh مثال بالأكسراي نشوف عدة dextrocardia ونشوف ويا براكيا اكتاسيس فهذا الفيشنت حان نحط ببالنا هذا السندروم ببالنا حتى نشيك بقية السمتمز اللي هي الساني سايتس and the sperm's hypomotility هيا الساني سايتس هاي ما نشوفها بالأكسراي بس هنا بالأكسراي نشوف داكسراكارديا وهي بالحقيقة سايتس انفرتس يعني غلب الأورغان ستكون بالأبسيت سايد اللي هي نورمالي هيا اللي هي جنتيك ديسوردر وكون جنت اذا هست أحد عنده براكيا اكتاسيس how would they present as a case يعني حيييجي البيشنت اول شي رح يجي يعني in their second or third decade يعني 20s or 30s البرزنتيشن متى حيكون consisting of cuff and purulent sputum وبفيتر الرس اللي هي يعني bad breath bad smell of breath ممكن اكو هيموكتسس اي ممكن ورس بارتري انفكشنس يكونون بالهيستري معتم من ناخ صح نشوف انه عندهم ربيتر رس بارتري انفكشنس بالعادة لان احنا كنا موس كومن لي انه هو سيكندري والموس كومن cause او براكيا اكتاسيس هو الامفكشنس بالدايجنوس اسم مثل ما كنا هنعتمد على الهيستري عادة السمتم عادها الركانت انفكشنس والاشياء الامجنج رح نعتمد على الاكتسري ونعتمدها من على السيتي ممكن نسوي برونكوسكوبي وممكن نسوي برونكوغرافي اللي هي انه نحط داي يعني انجيوغرافي بالفسلس نسوي داي بالايروي نحط داي بالايروي حتى نبينها بالبرونكوسكوبي حتى نشوف البرونكيال تريزين ونشوف وين الاريا اللي صار بها بس هاي كلش ربلايس باي سيتي حاليا بكز سيتي شوز برونكيال تري ممكن نسوون ممكن نسوون تريتين افكشنس اذا باي اكس راي بارانيزل سانسس وباومراري فونكشن تسهمينا مهم على مود يعني الستيجن او خلننقول عمود قيسي السيبيرتي يبقى شن ما يبقى لتريتمنت التريتمنت احنا هنعتمد مريكال تريتمنت يعني انتباركس ممكن نسوي تست فيزيو ثرابي و بوسترال درينج اذا كان يعني احنا اكوشي ممكن ما ذكرنا انو اللي اللي يصير بالايروي ما للبرونكي اكدتك يصير 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 يكتاج لدرينج او 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 اللوكلايز يعني simple lung abscess أو pyogenic أو يكون esophageal disease القازمة simple lung abscess يعني إحنا نعرف إنه oral cavity تعتبر كمانسل ما هو بكتيريا فالباتيين اللي يكونوا سيساكتبوا مثلاً يسترع دنتل سرجري أو تونسلر سرجري ومعيدهم انفكشن فهيستر أكو أسبريشن من الأورال cavity أو من الأوروفرنكس لل lung أو لل airway أما بال esophageal disease فهو إنه ما كو معينة بس إنه ال regurgitation اللي يصير بال esophagus continuously رح يسوي aspiration of the contents into the lung ويسوي ويبدي سوي abscess formation الأورغانزم and mostly reported بال lung abscess وال streptococcus والstaphylococcus وال E. coli المترجم للخلص المترجم للخلص سوف أكو مسترجم للخلص سبيوتام ويكون فالسميلة يكون لديه نوعًا النوع المترجم للخلص الفيفر والنهاية ويقومة السيارة من يكون أكد سنيه الأكسرى رح يبين يعني اوكي حلنعوف الوصف مع الاكس راي انه هادة هادة تشوف اللاحظ اكون هنا خط وهياتي اكفت like bubble or something like that هو هادة الابسس ممكن يكون اوبر لوب ممكن يكون اي مكان يعني باللغ بيختلف عن الاسس انه الابسس هو عبارة عن separation يعني post filled area بينما السيست هي عبارة عن fluid filled sac حتى يعني مورفولوجيا بالامجنك حتختلف التريتمنت همينا نرجع نقول احنا مريد اول شي نروح له هو السيرجوري رح نفكر بالمريكال تريتمنت يعني انتعبايركس وممكن على موضل اذا اكو ابستركشن او اكو السيست السوري الابسس يحتاج لترينيج نستخدم البرانكوسكوبي بس السورجوري هو الاسس ونرجع لمن انه ماكو failure of medical تريتمنت معلات لماذا يشتغل او مثلا صار عدة serious complications like hemoptysis يكون very massive hemoptysis or a thick wall cavity ضل مستمر regardless of the treatment او مثلا اكو مالغنانسي او يصار او يصار اكو development of empaima اللي empaima هي عبارة عن pass filled pockets تصير بالplural cavity معناها انو الابسس هذي دي طلع اصلا للplural cavity فدي يعني موضوع it's being complicated more and more تحتاج intervention في مثل ما كنا امبايمة كنسبكتي سيميا متاسيطيك براين أبسس برونجوجينيك spread and development of chronicity اخر جزء من المحاضرة ليحجي عرشالات متفرقة اول شي نحجي عن المدستاينم المدستاينم هو عبارة عن سبيس صارة بالثراسك بدايتها من الثراسك انلت لحد الدايفرام باوندد بايدسترنام انتيريرلي والبرتبر القولم باستيريرلي اكوفه دو اللي هو اماجراني البلين يسمو the thoracic plane هذا يقسم المدستاينم الى two compartments اللي هما السوبرير مدستاينم and the inferior مدستاينم السوبرير هي الحدوه هي الانفير رح تنقسم بايده الى انتيرير مدستاينم اللي صار انتيرير للهارت والبركارديام مدر مدستاينم اللي هو بيسكلي اللي بي البركارديام والبركارديال ساك والبوستيرير مدستاينم اللي هو صار posterior إلى المدستاينم يعني هو area بالجست يصر بها ممكن يصر بها tumors ممكن يصر بها cysts مثلا اللي بالسوبيير المدستاينم هتكون related لثايمس مثلا thymoma أو ممكن للمفومة بينما النيوروجينك tumor هيكون بالبوستيرير المدستاينم البركارديل cyst أو البرونكوجينك cyst أكيد يعني pericardial فبالمدل مدستاينم أيضا البرونكوجينك لأنه البرونكاي والهدستر ذولي حيكلون بالمدل بالمدل مدستاينم ف this is just to say إنه we need to know the compartments مع المدستاينم حتى من يصر أكو يعني فيد tumor أو فيد cyst موجودة we need to describe the location exactly ممكن other complications يصر ب مدستاينم هو المدستانيتس مدستانيتس يصر بسبب different causes ممكن من وراء يعني leak يصير مثلا من الأسافقس صار أكو ب perforation و و الفود ستدخل للمدستانة متسوي مدستانيتس ممكن بسبب infection ده يجي من lung أو من اللبورا أو يعني من adjacent structures اللي حواليها و ممكن لا يعني post-operative يبين عليه أعراض infection فممكن إنه عده مثلا هو sternotomy صار عده وراء فهذا يعني surgical infection صار manifestation إنه يعني infection ف fever psychocardia chest pain لأنه مدستانة بالتست هو كل يحيط أغلب structures اللي هو بالtharastic cavity ف make sense هل شي ممكن على مود الdiagnosis نحتاج نعرف القاض فمثلا نحتاج نعرف إذا إحنا عدنا suspension إنه هو هذا esophageal perforation فنجد نسوي barium أو esophagoscopy أيضا نستخدم X-ray والCT to confirm the diagnosis للtreatment حيتم على الكوس بس أكو supportive therapy و antibiotics و أيضا إذا أكو مثلا plural collection يعني مثلا post formation أو whatever فلازم يصبح دراين با تيوب ثرع قصومي زين other subject هو surgical treatment of TB TB هنا ما نذكور كل كالجزيز يعني كما manifestations و diagnosis و هالحاجي لأنه it's very repetitive بس نحن 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 نعرف أن التreatment النور مع pulmonary TB هو يعني medical treatment نحن first line drugs و second line drugs و نشتغل عليها ك course أبو six months أو أكثر إذا هذا patient يعني إحنا زونا ل treatment course و م م ديفيد غير نا ل treatment course م ديفيد يعني قصدي إنه إحنا جربنا first line ماذا يفيد فكرنا إنه هذا okay عند resistance فغيرنا الكورس ما فاد حاولنا other line of drugs ما فاد فهنا هذا صار indicated إنه نحن نسوي surgical intervention the second thing موجود نهاية المزمة هو surgical treatment of TB إحنا نعرف TB بالعادة أقول لها management اللي هو يعني pharmacological drugs أو pharmacological treatment يعني لدينا first line of drugs و second line وأكون نعرف نحن ندامك بالTB وبالأغلب أكون resistance فلازم كل patient نعرف شنو resistance ماتة ونسوي لتريتمين كورس إنه هو susceptible إلي يعني TB ماتة susceptible إلي ف هذا patient عند TB حاول ننسوي first line drug treatment بس مرحم ما فاض الطلاع عند resistance هنحول على first line و second line حاول نسوي combination لخة تطي نفس effect بس ما عدا لها resistance بس عرفنا إنه هذا شخص still ماتة TB resistance لهذه combination همينا وجربنا combination لخة وصلنا ل second line كلهم وهمينا ما فاض و هنه هذا مدى يفيد و your medical treatment رح نلجأ لل surgical approach إنه يصير أكو open cavity لأنه الpatient يعني positive for TB despite the treatment اللي lasted for 3 إلى 6 months هذا indication ممكن surgery indicated in other scenarios like when symptoms are very severe مثلا عدة recurrent hemostyses أو very massive hemostyses بال surgery لازم نسوي location يعني هذا site أو source of bleeding و repair حتى الهيلا يكون أحسن أو الاستجابة لل therapy أحسن يكون هنا يصير أكو bronchopleural fistula اللي هي عبارة عن يعني هو الفيشتلا يعني بشكل مبسط هي abnormal connection between two things مثلا الارتري و venus fistula هي عبارة عن يعني connection بين الارتري والفين بشكل abnormal نفس الشي لbronchopleural fistula إنه البرونكا أو الماسب ايرويز اللي هم البرونكا اللي تنفتح على البلورا تسوي يعني هاي كا complication ممكن بسبب التيبي أو ممكن بسبب اللون كانسر حتى أو بسبب الكيمو ثرابي ورا الكنسر ف أوكي هاي تحتاج ها surgical repair ممكن يصير أكو bronchiectosis اللي هي as we said and heo dilation of the bronchi when malignancy is suspected as well tissue affected or to remove the thick adherent parietal and visceral pleura إذا هما involved حمينا احنا إذا نريد نفكر بسبب ربنا cava obstruction let's think of it as a case right في patient دنسير physical examination لاحظنا أنه عند أدم كل واضح بال face around the eyes dedalated veins JVP raised من قصنا أي يوجد من يرفع ايد من يرفع ايد فوق رأس حيث يصر عدة حمار بوجه هنا we'll think of superior vena keva obstruction most common causes are related to lung carcinoma وممكن يعني tumor بال thoracic inlet يضغط عليه وتسوي ل obstruction آخر الشيء على congenital deformities اللي احنا 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 عدنا فكرة عنها من inspection of the respiratory system two types of deformities هنحتي عنها اللي هي pectus excavatum وال pectus carnatum pectus excavatum اللي اسمها funnel chest I believe اللي يصير بها هو concavity يصير السترنم يدخل جوه يسوي concave appearance بالعادة السمتمارك يعني الفيشنت يكون عادي adult وعدة pectus excavatum واسمتمارك بدون اي problem بس مرات يصير سيبير او يصير depression او concavity يكون قوية بحيث يكون سمتمارك اذا اكون surgical repair بالعادة يصير اكون intervention بالبداية يعني at the ages two to three years old الكارناتم او pigeon's chest اهنان يصير بالعكس انو السترنم تكون protruded forward يعني convexity وهذا يكون less common كم intercostal space تكون involved او كم costal cartilage يكون involved normally من الفور للأيد بس يتختلف من patient to patient surgery is a treatment of choice also only in symptomatic individuals وها هي خلصة محاضرة surgery ثانية والثالثة او بن استفاديته شوية المحاضرات ممرتب بس اتخذ محاضرات اذا هتكون اي سوال عني موجودة thank you for listening بالنسبة للتومرات التومرات ممكن تتقسم مو بس للبناء المالغنية وانما according to location فممكن عدنا اوش اللي 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 اكو عدنا البرونكيال ان تريكيال تومرات اللي هي يعني بال airways و اكو الل لن تومرات مثلا اللون carcinoma اللي 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 اكثر شي common اللي هو المالغنية mesothelioma بالعادة البرزنتيشن يكون الباشن عنده chest pain و اون اكس راح يبين اقعد plural thickening وبيها nodarity و limited plural effusion or there is a possible relationship with abastus يعني هو اي 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 سرش for malignant mesothelioma هيكون linked to abastus so يعني this is يعني very common in abastus exposed patients المهم عدنا بالأكس راح يبين اكو عدنا thickening of the plural واكو nodal reticien ممكن يصير اكو plural قضي انه plural involvement biometastasis is more common يعني انه plural tumor doesn't arise in the plural وانما هو جاي من غير مكان مثلا من lung من breast من stomach و اجاب biometastasis here اشتركوا